أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تقويض اعتماد بلاده على عائدات الطاقة مكنها من تعزيز وتطوير قطاعات اقتصادية أخرى أفضل الرئيس الروسي أوضح في مقابلة إعلامية أن وقف توريد موسكو الغاز إلى الدول الأوروبية دفع بنمو اقتصاد البلد بقدر قياسي وفق وطيرة أسرع على الرغم من حزمة العقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا عندما كانت الدول الأوروبية تستورد الغاز الروسي كانت روسيا تجني أرباحا أكبر ولكن من ناحية أخرى كلما قل اعتمادنا على عائدات الطاقة كان ذلك أفضل لأن الجزء غير المتعلق بالطاقة من اقتصادنا ينمو بمعدل كبير وبوتيرة أسرع منذ قبل هذا هو الحال دائما عندما تتلقى المال فقط يظهر الإدمان عليه وعندما تحتاج إلى التفكير تبتكر آليات أخرى تعود عليك بالمال